سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحواريين الحلقة العاشرة أهلاً 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 نحن مذكرين حكاية المرة الفاتت بالتفاصيل كلها حكاية لنا تفاصيل محاكمة بطرس وسجنه وكيف أن الله أنغز وحرره بمعجزة وأهلك الحاكم هيريدوس هموش عارفينها كويس؟ لا يعارفين كويس ده كلام صح وكمان أنا متذكرة أنه بعد ما برنابة وشاول سلم المساعدات لتوزيعها للمؤمنين رجعوا من الغدس لأنطاكيا وكان معهم في المرة دي مرغل صح؟ صح كلامك صح يا مونة وبرده يا مونة كان بين المؤمنين في أنطاكيا معلمين أصحاب نبوءات وهم برنابة وسمعان اللي الناس كانوا بقولوا ليه الأسود صح ولوسيوس وهم من القيروان وشاول ومناين اللي كان رفق طفولة الحاكم هيروت ستاني مش كده؟ صحيح وفي مرة في أثناء من المؤمنين دي كانوا بيصلوا لله ويدعبدوا وهم صايمين الله بيسيروا وراهم وقال ليهم أنا كلفت برنابة وشاول بمهمة معينة عشان يقوموا بيها وبعد الكلام ده كلهم صاموا زيادة وخدوا يدينهم على برنابة وشاول ودعوا الله أنه يوفقهم في مهمتهم ودعوهم وبرنابة وشاول قاموا مشوا لميناء سلوكية ومنا سافروا بالبحر لقبرص ووصلوا لمدينة سلاميس وهناك بلغوا رسالة الله لغير المؤمنين من اليهود في بيوت عبادتهم وكان معاهم مرعص عشان يساعدهم وقاموا الثلاثة واصلوا سفرهم داخل جزيرة عبرص كلها لغاية ما وصلوا مدينة بافوس وهناك قابلوا ساحر يهودي اسمه ابن يشوع كان بيدعي إنه نبي الساحر ده كان مقرب من سيريكيوس بولس حاكم جزيرة قبرص والحاكم ده كان راجل محب للمعرفة عشان كده كان عايز يسمع الرسالة من المبعوثين شاول وبرنابة قام رسل ليهم وجابهم وتكلموا عن رسالة النجاة لكن الساحر ابن يشوع اللي كان برضو اسمه عليم عارضهم وحاول إنه يشكك الحاكم في كلامهم ويبعد عن الإيمان لكن شاول اللي كان برضو اسمه بولس جاه إلهام بالسر الإلهي وقال للساحر في وشه يا ملعون يا ابن الشيطان يالكلك مليان غش وخداع يعد كله خير وكله صلاح إنت ما عايز تخلي اللولة والضلال ولا الانحراف عن طريق ربنا المستقيم دلوقت يا الله حيضربك وحتكون عميان وما حتقدر تشوف إلا بعد الزمن أهو فعلا الساحر ابن يشوع طوال عمى وكان بيحرك يدينه في الهوى لأنه ما كان قادر يشوفه وكان عايز له زول يمسكه من يده ويقوده والحاكم شاف اللي حصل ده ويتعجب جدا وآمن بأنه رسالة عيسى عليه السلام هي رسالة النجاة الحقيقية أهي يا جماعة بولس وزملاء اللي اتنين قاموا سافروا بالبحر من مدينة بافوس ووصلوا لمدينة برجة في منطقة بمثلية اللي هي اليوم تي جنوب تركيا لكن مش بنفس الاسم لكن مرقص خلى بولس وبرنابة هناك ورجع للقدس وبولس وبرنابة كمان سافروا من هناك ووصلوا لأنطاكيا في منطقة بسيدية وبالمناسبة أنطاكيا البسيدية دي مدينة تانية مش نفس مدينة أنطاكيا اللي سافروا منها الله وفي يوم السبت قاموا ماشي لبيت عبادة اليهود هناك وقعدوا وبعد قراية في يوم السبت المحتادة من التوراة والزبور وكتب أنبياء بن إسرائيل المزعولين هناك طلبوا منهم مخاطبة الحضور إذا كان ممكن وقالوا ليهم يا أخوانا الأحباء إذا كانت عندكم كلمة تشجع الناس وثبت إيمانه ياريت تتفضل وتقولوها لنا وبولس قام ووقفت ولوح بيده حي الحضرين وقال ليهم يا أحباء اسمعوني يا بني إسرائيل وغيرهم من كل الناس اللي بيتطغوا الله المولى إله بني إسرائيل اختار أجدادنا عشان يكونوا نوالي أمته وعمل معهم عهد ولما أحفادوا من اللي هم بني إسرائيل كانوا غربة ومستعبدين في مصر ما نساهم أبدا وطلعوا من هناك بقدرة العجيبة وحرروا من العبودية وتحملوا في الصحراء أربعين سنة وبعد ذاك أهلك ليه سبع أمم في بلاد الكنعانيين عبدة الأصنام الضالين وأدى أرضهم لشعبه ده والفترة من إقامة بني إسرائيل في مصر وحتى غزوهم لأرض الكنعانيين واستغرارهم فيها كانت حوالي 450 سنة وبعد استغرارهم هناك الله سبحانه وتعالى جعل من بينهم قواد أبطال يدافعوا عن أمتهم لغايد عهد النبي صامويل وفي عهد النبي صامويل طلبوا من الله أنه يولي عليهم ملك والله أولى عليهم الملك شاول بن قيس وشاول ده كان من قبيلة بنيامين وحكم لمدة أربعين سنة وبعد كده الله صرفوا من الحكم وولى عليهم بدلوا الملك داود اللي مدحوا وقال فيه داود بن يسة رجل رضيت عنه واخترته عشان يكون أساس لنجاة بني إسرائيل عشان كده كان وعد الله لبني إسرائيل بأن يجعل واحد من أحفاد داود منجي ليهم في الأول والمنجده هو المسيح عيسى وقبل المسيح جنبي يحيى عليه السلام ودعى كل بني إسرائيل للتوبة والطهارة بالتقطيس في الموية وفي ختام دعوته قال ليهم أنتم مفتكرين أني المسيح المنتظرين لا أبدا المسيح يجي بعدي وهو أعظم شان مني لدرجة أني ما أستحق أن أحر الباطل حزاء بتاعه أخواني يا زرية سيدنا إبراهيم ويا كل المتغين من غير بني إسرائيل الله رسل الرسالة دي عشان ينجينا من الهلاك لكن أهلا الغدس وقادتهم ما يعرفوا حقيقة المسيح عليه السلام لأنهم ما كانوا فاهمين اللي كان بيقروه كل يوم ثبت من النبوءات عن موته في التوراة والزبور وكتبا بياء بني إسرائيل عشان كده شافوا أنه يستحق الموت والنبوءات دي تحققت وقاموا طلبوا من الحاكم الروماني بيلاتس أنه يعدموا بدون وجي حق فعلا تم صلبه وبعد ما تحقق اللي ورد عنه في التوراة والزبور وكتب أنبياء بني إسرائيل نزلوه من خشبة الصلب وخطوه في قبر لكن الله سبحانه وتعالى أكرموا وبعثوا حي وظهر عدة أيام لأتباعه اللي رافقوه من الجليل للقدس وبيقوا شهوده بين شعبنا ونحن دلوقت بنا نقول لكم البشارة اللي هي إن الله سبحانه وتعالى وعد أجدادنا بأن يرسل للأمة منجي والله حقق وعده ده لما نرسل لنا حبيب الفريد المسيح إيسى عليه السلام حسب ما ورد في قصيدة من المزامير اللي هي الزبور وفيها الله قال عن المسيح إنت حبيبي المختار وأنا من الليل وليتك أمر عبادي الأخيار منهم والعشرار سيدنا أيسى بعثه الله من الموت بحثا أبديا وقال عن ذلك أحقق فيك ما وعدت به عبديا داود وفي قصيدة تانية من الزبور النبي داود عليه السلام كتب الله قال إنه ما حيخلي جسم مختار الحبيبي يتحلل ويفسد في القبر طيب يا إخوة خلوني أذكركم إنه داود رحل بعد ما خدم جيله وفقا لمشيئة الله واندفن مع إجداده وجسده تحلل وأكلوا التراب لكن جسد المسيح اللي أكرموا الله وبعثوا حي ما تحللوا ما فسد في القبر إخواني الأحباء لازم تعرفوا إنه بشفاعة عيسى المسيح الله بيغفر ليكم زنوبكم وكل من يؤمن بالله بيتحرر من ذنوبه اللي ما بيتحرروا منا توراة موسى لأن التوراة بتعرفوا توضح إنه الزنوبة هي شنو وبس لكن ما بيتم غفران الزنوب دي بيها يا إخواني خلوا بالكم وما تقعوا في الأمر اللي حزر منه النبي حبقوق لما الله قال يا المستهترين بكلامي ودي حترتبكوا وتتحيروا جداً وكمان حتهلكوا فعلاً لأني حاوريكم عجائب قدرتي لدرجة إنه لو أي إنسان وصف ليكم ما حتصدقوه أها وبعد الخطبة دي وفي أثناء ما بولس وبرنابة طالعين من بيت عبادة بن إسرائيل الناس طلبوا منهم بإلحاح إنه يكلموهم في نفس الموضوع برضو يوم السبت الجاية وبعد نهاية الدرس ماشوا مع بولس وبرنابة كثيرين من اليهود وغيرهم من الكانوا بيؤمنوا بإله بن إسرائيل وبولس وبرنابة شجعوا النازل على أنه يرسخوا في إيمانه أهاي يا جماعة لما جثبت التاني اتجمع عادث كبير جداً من أهل المدينة عشان يسمعوا كلام الله لكن بعض اليهود لما شافوا إنه الناس جات كثيرة قلوب متملت بالكراهية وبالحسد وبدوا يشتموا في بولس ويعرضوا كلامه لكن بولس وبرنابة واجهوهم بكل شجاعة وقالوا ليهم يا بني إسرائيل في الحقيقة كان علينا إنه نبلغكم بالرسالة دي أنتوا في الأول لكن بعض رفضكم وعناتكم ده أثبتوا فعلاً إنكم ما بتستحقوا حياة الخلود عشان كده نحن بنبلغ رسالة النجة دي للشعوب التانية في المدينة دي الله قال للنبي أشعي جعلتك نوراً للأمم تهيب النجة للناس في كل الدنيا ونحن برضو مكلفين بالكلام ده أها، والكلام ده فرح غير اليهود وعزموا الله لأنه أنعم عليهم برسالة الإيمان والنجة من الهلاك وكثير من اللي اختارهم الله لحياة الخلود حسب طقواهم آمنوا بالمسيح وانتشرت الدعوة في كل المنطقة دي يا شباب نهاية الجزء العاشر بإذن الله، المرة الجاية أجراء الشعوب دائنوا الموسيقى إخراك، تمادر شكداً